تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة أعلن وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر عن بدء الوزارة في استقبال أولى دفعات مستفيدي وحدات المدينة الشمالية وأشار إلى أن خطوات توزيع وحدات المدينة الشمالية ستستمر حتى الأسبوع المقبل على دفعات متتالية لاستيعاب أعداد المستفيدين من المشروع بصورة منظمة لتغطي نسبة كبيرة من الطلبات الإسكانية القديمة بعد أن ساهمت في تقليص ألاف الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار وخفض معدلها بتوزيع الوزارة أولى مراحل المشروع ضمن البرنامج الزمني لتوزيع 6200 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد في وقت سابق وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تتسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بشأن توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين المستحقين مسترشدين نحو تحقيق ذلك بتنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة فيما يخص بقطاع الإسكان وبالأهداف الواردة في رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 تتواصل جهود وزاة الإسكان للأسبوع الثالث على التوالي في استقبال المواطنين الكرام لتسليمهم الوحدات السكنية طبعا المجموع الإجمالي إن شاء الله المستهدف 4200 وحدة سكنية تأمل إن شاء الله أن تتواصل هذه الجهود لنهاية شهر رمضان المبارك العام الماضي تحديدا مع نهاية 2016 سلمنا الدفع الأولى من المدينة الشمالية واليوم طبعا بدأنا الفوج الأول من الدفع الثاني المتبقية من المدينة الشمالية طبعا مستمرين نحن في هذا المشروع والمشاريع الجاية إن شاء الله راح نستقبل المواطنين مثل ما بيّنت لنهاية شهر رمضان المبارك لنستكمل 4200 وحدة سكنية هناك طبعا بكل تأكيد بعض المواطنين اللي لم يتم استدعاهم وهذه طبعا ناتج لاستكمال بعض الإجراءات الورقية وإن شاء الله راح يتواصل معاهم وحريصين إن شاء الله على أساس أن نستكمل 4200 وحدة سكنية من الآن لشهر رمضان المبارك